تاريخ القارة الأفريقية قراءة حمالين الكردين المقدمة لقد كانت السورة السياسية الأفريقية من أبرز الظواهر الطبيعية التي وقعت على مسرح الأحداث العالمية منذ الحرب ففي خلال سنوات معدودة انبعثت إلى حيز الوجود ثلاثون دولة حديثة وتحولت القارة الأفريقية من سجن للاستعمار الأوروبي إلى خليط متباين من الدول الأفريقية ولأول مرة يجد ما يقرب من مئتي مليون أفريقي أنفسهم وقد أصبحوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم في الذاكرة الحية وأن ما حولت سرده هنا هو قصة هذه الثورة وقد كانت تلك الثورة سياسية أساسا ولهذا فقد قصرت نفسي على نواحيها السياسية ولكن التقيرات السياسية تقاس أهميتها بقدر تأثيرها على الشعوب ولهذا كنت أربط الأحداث السياسية كلما أمكنني ذلك بآثارها على شعوب الدول المختلفة التي نحن بصددها وكانت الثورة تتسم بطابع العداء للاستعمار أكثر من اتسامها بالطابع القومي وقد قام الأوروبيون برسم الحدود السياسية لأفريقيا ولكن هذه الحدود لم تشتمل على جماعات بشرية ذات تاريخ مشترك يعتبر بطبيعته ضروريا لوجود وعي قومي هذا وإن كان القوميون الأفريقيون قد فضلوا قبول هذه الحدود على أحداث تعديلات في امتداداتها سعيا وراء تحديد وحدات قومية حديثة ولقد استخدموا أقوى الأسلحة التي كانت مسيرة لهم أو ميسرة لهم على وهي العداء المشترك ضد الحكم الأجنبي ولكن بالرقم من أنني أتفق مع اللورد حيلي في اعتبار هذه الثورة أفريقية أكثر مما هي قومية إلا أنني التزمت بالمصطلح قومي باعتباره الكلمة الشائعة الاستعمال ولقد قصرت دراساتي بتوسيع أو بتوسع على الفترة الواقعة بين انتهاء الحرب وتحقيق كل دولة لاستقلالها ذلك لأن الثورة التي حاولت الكتابة عنها والكلام هنا للمؤلف هي ثورة تهدف أساسا إلى تحقيق الاستقلال ولكن بما أن التاريخ لا يبقى ولا ينتهي فستيد بعد التداخل أحداث الدول التي لم تحصل بعد على استقلالها أو لم يتم الحكم فيها حتى الآن حكومات أفريقية مثل الروديسيا الجنوبية وأنجولا وموزنبيق وجنوب أفريقيا فقد سردت قصتها حتى أوائل ستينات القرن العشرين أما خاتمتها فستأتي فيما بعد ومن المؤكد أنها ستكون متأثرة بالثورة في بقية أنحاء القرن وهناك أخطار جلية في تدوين التاريخ المعاصر ومما نشك فيه أن الظواهر الباردة المتباينة ستتفق مع هذه التقيرات في نظر المؤرخين الذين يعيدون دراساتها أو دراساتها بمزيد من المعرفة لما سيتمخد عنها من نتائج ولكنني مع هذا أعتقد أن هناك مميزات في الكتابة عن الأحداث التي اشتركت فيها أو شاهدتها والكلام هنا للمؤلف أو شاهدتها شخصيا عن كثب تعادل الكتابة عن أحداث الماضي وتعتبر معرفتي بالأشخاص المشتركين في هذه الأحداث والتمع في دوافعهم ومخاوفهم وآمالهم ذات قيم القايف الأهمية حقا إنه لعمل طموح أن يحاول إنسانا أن يحكي تاريخ القارة الأفريقية وهذا كان من المحتم على أن أفاضل بين أحداث عديدة وأن اختار وأن أستبعد وكان معياري في عملي هذا أن أؤكد ما اعتقدت في أنه ذات أثر عظيم على شئون القارة الأفريقية عامة وأن أستبعد كل ما له أهمية محلية فقط إن القصة هي قصة الثورة الأفريقية وأثرها على شعوب أفريقية جمعاء ولا يسعني الكلام هنا للمؤلف إلا أن أخص بالشكر الميس جيليان هونجر لما قدمته من مساعدات قيمة في إجراء الأبحاث ونسخ النص وكذلك ذوجتي لمختلف المساعدات التي قدمتها والتي لا يمكن تسكيلها هنا أما مسؤولية النص ذاته فهي بالطبع تقع على عاتقي وحدي شكرا لكم سوف نواصل ما تبقى من كتاب تاريخ القارة الأفريقية فإلى اللقاء